خلينا اروح معاكم الملف التركي واقول لكم ان فيه تغيير وتغير نوعي لا يمكن ان تخطئوا عين عين مراقب او عين متابع ايه التغيير الحاصل على صعيد الملف التركي فيه نغمة جديدة فيه حديث وتصريحات المسؤولين الاطراك كلهم بي خلينا اقول تعبير معرفش سياسي بس بقوله بشكل اعلامي كلهم بيغزلوا مصر المسؤولين الاطراك في وصلة غزل مع الدولة المصرية او في وصلة غزل في الدولة المصرية الدولة المصرية عظيمة ومهمة جدا واهم دولة في المنطقة وهي مفتاح الشرق وهي دولة عريق كل ده احنا عارفينه مش جديد بس الجديد انه جاي على لسان الناس كانوا بيشتموا مصر بالامس كل دول كانوا بيشتموا مصر وبيهاجموا مصر وبيتطولوا على مصر ومصر صامتة صامدة صامتة لانها تشتغل وصامدا انها اسقف نفسها وقلنا انه القافلة تسير والكلاب تنبح وقلنا ما قلناه وفعلنا ما فعلنا وانتصرت الدولة المصرية في النهاية لذلك جاء هؤلاء المسؤولين الاتراك النهاردة وعلى مدار اسبوع واحد منهم بيوصل للتاني ليواصل سيمفونية الغزل في الدولة المصرية احنا بنقول ولسه بقول مبارح واول مبارح وهو البكرة وبعد بكرة السياسة لا تعرف صداقة دائمة او عدوة دائمة وانما تعرف مصالح دائمة قلت وطلبت الناس كل الناس نلغي من قموسنا الحب والكره في السياسة ونستبدلها بمصالح النهاردة تركيا ومن اسبوع على لسان وزير الخارجية مولود جويش اغلو طلع مولود جويش اغلو اللي كان بيسب ويلعم مصر ليلة نهار وقال ان مصر دولة لطيفة ودولة مهمة ودولة قوية ودولة محترمة ليه يا سعاد الوزير ووزير خارجية تركيا لانها عندما قامت بالتنقيب عن الغاز والبترول في اعماق المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر احترمت الجور في القرن اللي تركيا طيب ما احنا طلعه امرار بنحترم الاخرين وعدم التدخل في شئون الاخرين لكنه اعترف المرة دي ان الدولة المصرية دولة محترمة وقال ان ده يفتح الباب لتواصل وتوافق وربما ترسيم حدود وعلاقات طبيعية ده مين ده الراجل الراجل وزير الخارجية التركي طيب تاني يوم تاني يوم الراجل وزير الدفاع التركي خلوصي اكار طلع وقال نفس الكلام الدولة المصرية محترمة الدولة المصرية دولة راسخة ده مهمة جدا في منطقة الشرق الاوسط ومهمة جدا في منطقة شرق المتوسط ده مين خلوصي اكار وزير الخارجية للأسف ابراهيم جاد مش لاقي صورة لخلوصي اكار ولا لاقي صورة مولود جويش اغله ضعوا منه وحطهم للناس عشان يفكروا معلين يبقى عندي وزير خارجية وعندي وزير الدفاع اللي اتنين قالوا كلام متطابق على اهمية الدولة المصرية وعلى احترامهم للدولة المصرية وعلى ان الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية بتحترم الجرف القاري للدولة التركية ومن ثم